جديدة دي. حلوة. حطوات كده علشان تبقى المقتلية. أتقبل الأول الحدث. وأرضى بيه وأشكر ربنا سبحانه وتعالى. وابتدي أغير الحياة. يعني مثلا اللي فقدوا الأبناء أو البنات. ربنا يا رب يرفع عنهم حدث جلل ومصيبة كبيرة. وأنا عارفة قد إيه وحس بيها قوي. بس أنا هعلمك وأنا بعمل إيه. بغير حياتي. أول حاجة أن أنا رضيت. خلاص. الحمد لله. تاني حاجة بشغل وقتي. اشغلوا وقتك. ما تخلوش الحزن يعصرك. ما تحطيش إيدك على خدك وتعودي وتكتر الزكريات. لأنه إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فاشغلوا وقتك. ما تحطيش إيدك. ما تدوريش في الهدوم وفي الزكريات. ما تقلبيش بقى اللي ممكن تقلب عليك. ما تخليش الحزن يتملكك ويعصرك. كان فضلت الشيخ الشعراوي رحمه طلع عليه يقول إيه. طلع الله يا حمد. سكروا باب الحزن بمصمار. يقفلوا الحزن ده كده. خبطوا عليه يقفلوه. مش تعودي تنكوشي وراء عشان تطلعيه. لأ. فيبأ أنا حرضة وهشغل وقتي وابتدي بقى بدل ما أحزن. وقاعد حتى إيدي على خدي. أشتغل للي مشه. أقرأ قرآن كتير. صدقات بقى. طلع صدقات. ها. أشوف أعمال البر والخير اللي ممكن أعملها. أقعد أدعي لهم. أستغفر على السبحة بتاعتي والكذا. وأوهبلهم. وإن شاء الله يوصل لهم. دعاء وصدقات وذكره. أعمال صلحة. اللي عليه صيام أصوم عنه. أروح أعمل لحد عمره. أكتر أكتر الأعمال اللي هي اللي بتصل بسرعة للمتوفقين. كله بيصل. كله بيصل. حتى اللي قالك القرآن ما بيصلش. دول اختلفوا الأئمة. فعلا بيقولك. يعني مش بيقول. لما تيجي تقرأي لي القرآن. لا. يقولك صدقات أفضل. لا. في اتنين قالك ما يوصلش. واتنين قاله يوصل. طب وانا حاخد ليه. اللي قال ما واسع. والعمرة برضو في برضو فيها خلافات إن العمرة تنفع للمتوفق أو لا. لا تنفع. لا لا تنفع. كله ينفع. واختلاف الأئمة رحمة للأمة. والمذاهب مختلفة. طب ما أنت عندك حضرتك لما تروحي هناك عند الحرم. يقولونك ما فيش اللي عمرة واحدة في السفرين. هي غيرها وما تنفعش. لو سألتي في الحرم هناك. أيها بالضبط. طب ما زهب الملكي. لا يجيزء اللي عمرة في السفرة الوحيدة وفي العام الوحيد كمان. أصلا. أصلا. لكن مذهب الشافية. والواحد بيعمل اللي عليه وبعد الواحد بينه وبين ربنا بقى هو حرم. لا. الامام الشافية قالك ممكن تعملي ولو كل يوم عمر. أصلا. طب وانا هاخد ده ليه. ما هاخد ده. الاريح لي بالنسبالي. طالما انا مش على مذهب الملكية. لكن لو انا على مذهب الملكية. يبقى لازم امشي على ايه. المذهب بتاعي. فانا مش على المذهب. هاخد الايسر. تاخد الايسر. الايسر. احنا دين بتاعنا يسر طبعا. كل حاجة يعني ربنا ان شاء الله بيتقبلها منا الحمد والله يعني. ويسر على الناس. بالضبط. خلاص. فاشتغل واعمل كزا. وكل ملائل حزن حيتملكني. احاول قدر المستطاع ان انا اخرج منه وافكر في اي حاجة تاني. ثم بقى الحاجة اللي انا يعني بحس ان احنا بنقتل نفسنا بادينا. ان كل اسبوع بلاش كل اسبوع ده في ناس بتروح كل يومين ثلاثة. المقابر. اه. يعني بلاش انت بتتعبي نفسك. ايوة انا عارف ان هم فرحانين لما بيشوفونا. وبيحسوا بينا. والزيارة. انا ما بحبش خلاص زيارة القبور دي. طب خليها كل شهر. يعني انا. خليها كل شهرين. معارفش صحة ولا لا. يعني انا نفسي ما بحبش. لا ده عايزة لنا. اه. وكمان الميت المتوفق بيحس ويفرح. فاحنا مش هنحرمه من الزيارة دي. وفي نفس الوقت عايزة. عشان نعرف احنا كلنا نزلين ورايحين فين. تمام. لكن مهلكش روحي. كل شهر مثلا. خصوصا ازا كان عندك في بيتك حد تاني لسه موجود. اولاد تانيين بنات تانيين محتاجينك. فالحزن اللي انت فيه بيانعكس عليهم. بيبقى عندهم بقى حالة نفسية وتوتر واكتئاب والدنيا. والحزن بيعم طبعا الحالة نفسية بتعمه على البيت كله. اذا كانت الامة والاب طبعا تعبين نفسين او متدايقين بيعمه على الكل.